الأوضاع المساوية للاجئين السوريين في ظل موجات البرد القارس موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفتين معنا من بيروت مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية للشؤون الإنسانية والدولية هالة الحلو ومعنا أيضا من بيروت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان دانا سليمان وذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفتي سأبدأ معك سيدة دانا مساء الخير مرحبا بك معنا الجديد واللافت والأخبار الجيدة التي حملتها العاصفة هدى أو زينة كما تسموها في لبنان هي أنه لم يقع ولا قتيل يوم الأربعاء في سوريا جراء أعمال العنف الأعمال العسكرية ولكن للأسف سقط بعض الضحايا جراء موجة البرد الثلوج درجات الحرارة المنخفضة بداية ضعينا في صورة وضع اللاجئين في لبنان تحديدا بعد هذه العاصفة كيف هي أوضاعهم أعداد الضحايا المصابين الذين أصبحوا بلا مأوى وكل هذه المعلومات المتوفرة لديك لو سمحت نعم اليوم بالنسبة للواقع في لبنان الواقع يختلف عن الواقع في الأردن أو في بلدان أخرى إذ أن النازحين السوريين مبعثلين على كافة الأراضي اللبنانية موزعون على أكثر من 1700 بلدة وليس هناك مخيم أو مكان واحد يحتوي هذا العدد من النازحين أكثر من مليون نازح في لبنان بطبيعة الحال المخيمات مبنية بطريقة عشوائية وموجودة بكافة المناطق خاصة البقاء وهو معرض لأكثر ظروف قاسية خلال هذه الفترة وخاصة خلال هذه العاصفة الظروف صعبة بمعنى أن معظم الخيام مغطاية بالتلج في خيام تعرضت لأضرار جاسيمة حاولنا قدر المستطاع استبدال الخيام التي تعرضت لأضرار بخيام أخرى وبمعدات تزويد النازحين بمعدات تساعدهم على ترميم هذه الخيام أو استبدالها كليا النشاط مستمر والذي يجذر بالذكر هو أن اليوم برنامج فصل الشتاء كان قد بدأ منذ أشهر ولم يبدأ اليوم بسبب هذه العاصفة المساعدات مستمرة منذ أشهر وتتضمن مساعدات عينية من ضمن شويدر بلاستيك عادلة لحماية النازحين من العوامل الطبيعية خاصة النازحين استكنين في أماكن غير مجهزة للسكن إضافة إلى الخيام هناك أكثر من 81% من النازحين بلبنان يدفعون بدأ الأجارات إن كان في مباني غير مكتملة أو غيرها من المساكن تزويدهم بهذه المعدات والوقود للتدفئة والمساعدات النقدية لكيفة النازحين خاصة تركيزنا هو على الأشخاص اللي سكنين بالمرتفعات على أكثر من 500 متر تحديدا وهم بشكلوا عدد كبير من النازحين من نسبة النازحين بلبنان طيب دانا فيه أعداد للضحايا نتيجة موجة البرد هل لديكم أرقام حول هذا الموضوع؟ للصراحة هناك عدة تقارير حول بعض الوفيات للأسف اليوم ما قدرنا نتحقق منها نحن كمفواضية بالرغم من اتصالاتنا المتكررة مع أطراف سلطات محلية رؤسة بلديات وشيوخ في المناطق اللي كانت تحقق من هذه الروايات نتمنى أنه ما تكون حقيقية ولكن بجنوب البنان تأكدنا من خلال السلطات المحلية أنه كان هلالك رجل يعبر الحدود من سوريا بطريقة غير شرعية إلى شبعة وللأسف توفي مع طفله بسبب شدة التقص سأنتقل إلى ضيفتنا أيضا من بيروت السيدة هالة الحلو مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني للشؤون الإنسانية والدولية مساء الخير سيدة هالة مرحبا بك معنا حقيقة وضع اللاجئين السوريين في لبنان وضع لا يحسدون عليه كما يقال بالعامية عنكم في لبنان من الدلف لتحت المزراب يهربون من سوريا من الأعمال العنف والقتل والأعمال العسكرية إلى لبنان حيث يتوقعون أن يكون هناك ملجأ آمن الآن تدفق اللاجئين توقف هناك أوضاع مزرية فيما يتعلق بهذه الموجة موجة البرد ألا تتحمل الدولة اللبنانية ولو جزء من المسؤولية عما يعانيه اليوم اللاجئون في لبنان نحن نبلش اليوم نقول أنه كل الناس اللي موجودين في لبنان خاصة على المرتفعات عم بيعانوا من هذه العاصفة اللي هي جد عاصفة قوية جدا وقاسية جدا على الشعب اللبناني وعلى النازحين السوريين اللي موجودين بخصوص سؤالك حول تحمل الدولة بعض المسؤولية طبعا الدولة تتحمل مسؤولية غياب أي خطة سابقة ولكن نحن اليوم العاصفة وقعت وكل الناس تأثرت فيها يعني ما حدا بيقدر يحمل أي شخص مسؤولية عاصفة بهذه القوة اليوم دانا كنت عم تحكي عن عدد الحالات أو الوفيات اليوم في شخصين سوريين ولكن كمان في أشخاص لبنانيين اليوم في عنا حوالة ثلاث أشخاص توفوا جراء العاصفة في عنا فوق 800 حالة صليب الأحمر أو صالون على المستشفيات لبنانيين وسوريين فكل الناس متضررة مننا نعم ولكن الوضع العشوائي للاجئين السوريين في لبنان لا يزيد من إمكانية تعرض اللاجئين السوريين إلى مخاطر في مثل هذه الظروف المناخية السيئة يعني في لبنان كمان أعلم رسميا ما فيش مخيمات في الأردن فيه في تركيا فيه في الدول الأخرى ربما في لبنان الوضع عشوائي إلى حد كبير طبعا الوضع عشوائي بشكل كامل يعني نحن اليوم في مخيم رسمي واحد بمنطقة عرسيل الوضع في لبنان لم يسمح بإقامة مخيمات كان في مثل ما عم تقول السدان أنه في 81% من السوريين يعيشون بمباني وليس فقط بالمخيمات يعني اللي موجودين بالمخيمات حوالي 190 ألف شخص من الأعداد الكبرى من عدد اللاجئين ولكن الظروف وحتى المخيمات الطريقة اللي ركبت فيها المخيمات والأراضي بلبنان لا تسمح دائما بإنشاء مخيمات وهي غير مجهزة سواء كانت مخيمات رسمية أو غير رسمية المناطق بلبنان عرضة للسيول عرضة للتلوج لا بس قرار عدم إنشاء مخيمات هو قرار سياسي في نهاية المطاف سيدها وليس يعني لوجستي وليس له معوقات لوجستية أو تقنية طبعا قرار سياسي وقرار سيادي للدولة اللبنانية هو قرار سيادي للدولة اللبنانية اتخذ من ثلاث سنوات بعده لها الأسار المفعول ولكن اللي عم نقوله نحن حتى المخيم الرسمي اللي موجود بمنطقة عرسيل تضرر مثل ومثل غيره يعني نحن اليوم العاصفة هي ضررة أكبر بكتير من أنه مخيم يقدر يواجه هو وضع للأسف عم يتعرضوا له فوق المليون شخص سوري في لبنان الحالة الأسوأ هي لـ 190 ألف شخص اللي موجودين بهذه المخيمات ولا مخيم ولا خيمة قدرت تحمل العواصفة اللي صارت يعني حتى المخيم الرسمي بعرسيل تعرض لأضرار كبيرة جدا وهو مخيم عملته الدولة اللبنانية وزارة شؤون الاجتماعية بالتعامل طبعا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى هيدا المخيم لم يتحمل وضع العاصفة طيب سعود إلى دانا في بيروت أيضا دانا هل ما يصل للمفوضية شؤون اللاجئين اليوم بعد مع هذه العاصفة يكفي لتلبية الاحتياجات هل يعني ما يتم عادة الوعد به من مساعدات من دول مختلفة من هيئات مختلفة هل هو كافي لتغطية هذه الاحتياجات بشكل جيد السؤالة كتير مهم وكمان هون لازم نضوي على موضوع أنه المفوضية وأكتر من 80 شريك منظمة إنسانية على الأرض بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية كانوا تقدموا بنيداء تمويل إلى الدول المانحة واليوم بآخر العام الماضي كانت الحكومة اللبنانية أطلقت سابع نداء تمويل على التوالي خلال هذه الأزمة طبعا كان نداء إقليمي فيه تركيز على الجزء اللبناني كان أطلق من لبنان بناشد بـ 2.1 مليار دولار للحكومة اللبنانية بالنفس الوقت للمنظمات الإنسانية النداء الأخير اللي بقدر أتحدث عنه اليوم كانت تبلغ 1.7 مليار دولار تضمن احتياجات كل هذه الأطراف اللي ذكرتها وكان ممول بنسبة 41% فقط يعني كانت مرأ العام الماضي والاحتياجات اللي كانت ذكرت في هذا التقرير أو هذا النداء يعني طبعا ما قدنا نغطيها بسبب هذا الشح في التمويل طيب سيدة هالة لبنان دائما يشكو من ضيق الموارد ومن زيادة هذا العبء اللاجئين سواء على البنية التحتية في البلاد الكهرباء المياه التعليم الصحة كل هذه الأمور كيف يتدبر لبنان أمره هذه الأيام هل يتلقى مساعدات كافية للتعامل مع هؤلاء اللاجئين للأسف لبنان لا يتلقى المساعدات الكافية معظم المساعدات اللي عم تجي للأمم المتحدة وهذه كمان بدورة عم تضاقل بشكل كتير كبير هيدا أحد الأسباب اللي عم بسبب بعض المشاكل بمواضيع التدفئة بالمخيمات حاليا بسبب العاصفة هو الشح الموارد موضوع الغذاء مؤخرا كمان كان في عنا مشكلة فيه بشهر كانون الأول ونحن كمان بشهر كانون الثاني في عنا نفس المشكلة المساعدات للدولة اللبنانية ضئيلة جدا في بعض المساعدات عم تجي مشكورة لوزارة التربية ولوزارة الصحة لدعم البنى التحتية لتقدر تستقبل اللبنانيين والسوريين وأي مواطن وأي شخص موجود على الأراضي اللبنانية ولكن للأسف الدولة اللبنانية لليوم ما عم يجي المساعدات الكافية لتقدر تهتم بهذا الموضوع السدانة تحدثت عن خطة لبنان الاستجابة للأزمة وبهذه الخطة فيها شئ طبعا إنساني مهم جدا يطال النازحين ويطال بنفس الوقت المواطنين اللبنانيين الأكثر ضعفا ولكن فيها شئ تاني يختص بالاستقرار بلبنان ودعم التنمية بلبنان وهو يختص بدعم البنى التحتية اللبنانية لتقدر ترجع توقف على إجرية ونقدر نوصل الخدمات اللازمة لكل مواطن موجود على الأراضي اللبنانية دانا قرار الدولة اللبنانية الذي بدأ تنفيذه قبل يومين مسألة منع دخول اللاجئين أو وضع قيوت مشددة على دخول اللاجئين إلى الأراضي اللبنانية هل أثر سلبا أم إيجابا مع هذه الموجة موجة البرد بمعنى هل بالفعل الحد من تدفق اللاجئين سهل المسألة أم أن هناك بعض العالقين على الحدود كما فهمنا من بعض المصادر هذا القرار كانت الحكومة قد أعلنت عنه بشهر أشهر سابقة ولكن تبدأ بتنفيذه بشكل رسمي بلبنان أعتقد هل فيها توضح أكتر هذا الموضوع ولكن بعدنا نحن كمفوضي بانتظار بس تحديد المعايير التي ستتبع لتطبيق استثناءات للأوضاع الإنسانية أي أفراد بحاجة إلى أن يدخلوا إلى لبنان لأنه إذا ما كانوا دخلوا إلى لبنان بيتعرضوا للخطر بسوريا هنا مهم نركز على هذا الشئ لأنه ولاية المفوضي بالنهاية هي ولاية واضحة حماية النازحين وحماية حقهم أن يرجعوا إلى بلاي طبعا نحن نتفهم قرار الحكومة بأنه بالنهاية لبنان بلد هل قد صغير طاقته محدودة بنات تحتية فيه ضعيفة جدا مثل ما ذكرت هالا كمان نداء التوميل يتضمن احتياجات اللبنانيين كما يتضمن احتياجات النازحين السوريين لهذا السبب لا يوجد لبنان يتحمل بهذه الوطيرة ولكن أنتم في المفوضية لم تتسلموا توضيع فيما يتعلق بالمعايير المتبعة لإدخال بعض الحالات الإنسانية أو مثل هذه الأمور مع أنكم تتفهمون يعني دوافع القرار اللبناني نحن اليوم بحوار مستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية وكيفة الأطراف من قبل الحكومة اللبنانية الحوار مستمر ولا بد من أن نصل إلى مفهوم واحد الحوار مستمر وموضوع نسبيا يتطور يوم عن يوم في تطورات تحدث كل يوم فأكيد بالمستقبل القريب بيكون عننا الصورة واضحة ولكن تعاوننا مستمر وإيجابي جدا مع الحكومة بهذا الخصوص طب ممكن ربما هلت تلقي بعض ضوء على هذه المسألة مع أنه شوي خارج عن موضوع عن موضوع العاصفة وتأثيرها على اللاجئين هل تضحت الصورة بالنسبة للسلطات في لبنان مسألة المعايير من يحق له الدخول من لا يحق له الدخول ما المطلوب إثباته حتى يكون هناك حالات إنسانية أو غيره يعني يريد أن توضحي النقطة إلى حد ما سيدة هالا هلأ مثل ما تفضلت حضرتك المعايير الجديدة ومثل ما قالت دانا مسبقا هذا قرار طلع بشهر تشرين الأول وهذا نحن بأول السنة عم تبلش الحكومة طبقه المعايير اللي أطلقها الأمن العام اللبناني هي معايير لتنظيم الدخول ولا تستهدف فئة معينة من السوريين هي تنظيم دخول السوريين بشكل عام إلى البلد موضوع المعايير الإنسانية هيدا مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية طبعا ونحن بتشاور دائم مع المفوضية عم نشتغل سواء على هيدا الموضوع وطبعا المعايير رح تنطرح بأقرب وقت ممكن رح تنعطى لشركائنا على رأسهم المفوضية في معايير صارت جاهزة عم تنعرض حاليا على الحكومة رح يتم التشاور النهائي فيها بنسختها النهائية مع المفوضية اللي بقدر أقوله أنه هي المعايير الإنسانية المعايير الإنسانية والحالات الإنسانية الصعبة جدا بشكل عام لأنه بعدنا ما عندي صلاحية أنه أعطي التفاصيل ولكن هي تعنا بالأطفال وبالمعوقين وبالمسنين بشكل عام وبالحالات الصحية الخطيرة يلي بحاجة العلاج في لبنان رح يكون في معايير إن شاء الله بس كمان كملاحظة هون أنه بشهر 11 وشهر 12 كان في بعض الحالات يلي كانت لم يسمح لها الدخول لأنه لا تنطبق عليها بعض المعايير العامة ولكن بالتعاون بين وزارة الشؤون والمفوضية والأمن العام اللبناني تم ادخال عدد من الحالات اللي هي تعتبر حالات ضعيفة أو حالات إنسانية تم ادخالها للبنان الإجراءات الرسمية والإجراءات المفصلة رح تبلش إن شاء الله من إبداء من الشهر اللي جاي وبوقتها كل الأمور بتنعلن طبعا أول ناس رح يكونوا عم يشتغلوا معنا على الموضوع لأنه رح يكونوا عم يشتغل سواهن المفوضية ولكن المعايير الإنسانية هي معايير يعني خاصة بحالة رح تدرس كل حالة على حدة ما رح تكون معايير عامة تعلن على الإعلام ولا رح تكون مفتوحة للأخذ والرد هي معايير خاصة جدا لأنه الحالة رح تفوت رح تكون حالة خاصة جدا بحاجة لدخول طارق إلى لبنان طيب دانا إذا سمحت يعني أود نسلك سؤال دائما نسمع عن أرقام أعداد اللاجئين في لبنان السوريين في لبنان هناك تضارب كثير في الأرقام والبعض يستغل هذه الأرقام لأغراض سياسية كما تدركين جيدا ما هو العدد المتوفر لديكم في المفوضية عن أعداد اللاجئين السوريين اليوم هل هو مليون مليون ومئة ألف مليون ونصف كما يقول البعض العدد الذي تستخدم المفوضية اليوم بشكل رسمي العدد الرسمي هو مليون ومئة وخمسين ألف نازح سوري مسجل لدى المفوضية اليوم وهذه الإحصاءات موجودة رسميا على موقعنا الإلكتروني وممكن أي فرد يتابع هذه الأرقام يوم عن يوم نحن منجدد يوم عن يوم على موقعنا الإلكتروني وهي أعداد النازحين المسجلين شخصيا لدى المفوضية استنادا على معايير متفق عليها مع الحكومة اللبنانية طيب عندي سؤال من أحد المشاهدين إلك دانا محمود دياب يتسأل أين المنظمات العربية والإسلامية من إغاثة اللاجئين السوريين هل تقدم هذه المنظمات ربما بعض الشركاء لديكم هل يقدمون ما يكفي لمساعدة هؤلاء في هذه الظروف يعني أنا ما بقدر أتحدث باسم منظمات مختلفة أو غير المفوضية مفوضية اللاجئين طبعا بتنسق الاستجابة ما بين عدد كبير من المنظمات على الأرض من ضمن منظمات إسلامية عم بتسعى جهدة أن أتقدم المساعدات بكافة المناطق ولكن أكيد يعني ما بقدر أعرف عن أي منظمات عم بيسأل فيه جهود طبعا مختلفة ومتنوعة على الأرض من جميع الأطراف إن كانت أطراف دينية وأطراف مدنية أو حتى المجتمع المدني اللبناني عم بيكون كثير فعال بهذا المجال طيب سيدة هالة في الدقيقة المتبقية هل يعني سؤال له علاقة أيضا بالقوانين الجديدة التي بدأت تنفيذها هل الموجودون اليوم من سوريين على الأراضي اللبنانية يتأثرون بالقرار الذي صادر والذي بدأت تنفيذه قبل يومين طبعا كل الناس اللي موجودين كل الناس اللي عم بيدخلوا على لبنان سواء إذا كانوا عم بيفوتوا ويطلعوا عم بيتحركوا بشكل مستمر بيتأثروا بهذا القرار الناس اللي موجودين على الأراضي اللبنانية واللي هن يعني باقيين عم بيتحركوا بين لبنان و سوريا راح يكون في بعض التنظيمات اللي راح تعالون عنا وزارة الداخلية ورح تعالون عنا الحكومة اللبنانية إن شاء الله قريبا بتتحدث عن وجودهم وعن إقامتهم ولكن هذا القرار اليوم بطال فقط الناس اللي عم بتحرك بين لبنان وسوريا والداخلين الجدد إلى لبنان هالا الحلو مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية للشؤون الإنسانية والدولية كانت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لدانا سليمان المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان كانت معنا أيضا من العاصمة اللبنانية موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية نلتقي على رأس الساعة